بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكم مرة أخرى الفيديو الثالث محاضرة ثالثة resultant of force system عدنا بهذا المثال شي يقول يقول the resultant of the three forces indicated on the airplane is horizontal محصلة القوة الثلاثة اللي موجودة بهذه الطائرة هي شنو؟ هي horizontal المحصلة مالتهم شبيهة horizontal احسب لي the magnitude and sense of the resultant احسب قيمتها من عرفنا احنا ال R أفقية فهاي عرفناها يعني بعد صارت قديمة نقول ال R نفسها شنو هي تساوي ال R x وهذا يؤدي الى انه شنو ال R y 0 ليش لأن المحصلة موازية الى محور X هذه اول نقطة لحنا الفكرة هنا شنو عندي هذه القوة معلومة وهذه القوة معلومة ولكن القوة T مجهولة اوكي بما انه قال لي هو المحصلة افقية فاني عرفت انه قيمة ال R y 0 بما انه يريدني احسب لي قيمة المحصلة فما اقدر اجي احسب قيمة المحصلة من ال R y ليش لان رح يصير عندي two unknowns اللي هي قيمة ال R وقيمة ال T ال T y رح يصير عندي مجهولة مو؟ فش يسوي اني؟ رح اقول لي بما انه انطيتني انت ال R y تساوي صفر اللي حصلتها من هذه المعلومة رح ابلش رأسا بال R y تساوينا summation F y وانطبق القانون مالتها حتى شنو؟ حتى نحسب T حتى شنو؟ نحسب T فاقول لي R y 0 اخر التحليل العمودي مال T يساوينا T في 7 على 25 ناقص 5150 هي اردي عمودية زائدا 5220 في 12 على 13 المالتها رح تطلع عندي T من طلعت عندي T هسا اقول لي رح احسب ال R اللي هي تساوي summation F او اللي هي تساوي لي R ليش؟ لانه هو قلي هي افقية اوكي؟ يعني موازية الى محور X فاجي اقول لي R او R X نفس الشي تساوينا summation F ناقصا الـ 1250 اشارة تسالبة في المال الـ 5200 في المال تجي تحسبهم بالحاسبة رح اطلعها 800 وتكتب اتجاهها الى اليمين through نقطة C مثال بسيط جدا اذا تشوف الرسمة مالتها تحسها مرعب هي ثلاث قوة محصلتهم افقية فتروح على القوة المحصلة العمودية اللي هي تساوي صفر تحسب منها قيمة T وبعدين ترجع على المحصلة الافقية وتحسب من عندها قيمة R اللي هو طالبة من عندك بالسؤال نجي نشرح مثالنا الاخير بهذه المحاضرة اللي هو عندي قوة شي يقول عندي قوة قيمتها 1000 نيوتن موجودة بهذا الفقر شبه هذه القوة is the resultant حاط لك سهمين اهنا هذا واحد وهذا واحد ولا شنو هذي هذي هي المحصلة شبهة محصلة محصلة واحدة من عندهم 600 احسب لي القوة الاخرى القوة الاخرى عادي يعني ماكو اي شي جديد نفرض القوة الاخرى هي اسمها F2 نجي نطابق القانون المالتنا Rx قيمتها فالرx مالتها هو مينص الف في جد في كوسين الستين لماذا كوسين الستين لأن المجاور على الوتر والمجاور مالتها هو موازي لمحور X فالرx مالتها قيمتها ألف كوسين ستين إشارتها سالبة لأنه متجهة إلى اليسار تساوي لي تساوي لي 600 في أربعة عفوا في ثلاثة على خمسة ليش لأنه الثلاثة موازية إلى محور X زائدا Fx اللي هو رايدها من عندي بالسؤال القوة الاخرى محصلة مال الألف ستمية وأكو قوة أخرى فسميناها F2X طلعت لك عندك هذه المعادلة بيها مجهول واحد فقط اللي هو Fx راح تطلع عندك قيمة Fx تجي تكمل تروح على الري تساوي أن سميشن Fy تكون قيمة الري تساوي أن ألف في ساينس ستين وتساوي أن الستمية في الأربعة على خمسة زائدين الF2Y هذه معادلة تكونت عندك بس الF2Y مجهولة فتحسب قيمة الF2Y طلعت عندك قيمة الF2Y ثلاثمية وستة وثبادين موجبة بالتجاه الأعلى من النقطة O تخليهم بالقانون F2 تساوي أن F2X تربيع ساعد F2Y تربيع تحت الجذر تطلع لك قيمتها تسعمية واثنين واربعين بوينت سبعة الميل مالتها هو ثمانمية وستين بالأكس وثلاثمية وستة وثمانين بالواي وترسم هذه القوة ولا تحط لها سهمية ليش؟ لأنه هذه مو محصلة هذه قوة عادية هذا كل اللي عدنا بهذه المحاضرة شرحنا resultant of forces للconqueror system conqueror forces اوكي اللي شرحنا قلنا الموضوع مالتنا هذا الموضوع الأول resultant of concurrent co-planar force system واضح جدا وبسيط جدا نشوفكم بالمحاضرة القادمة بالnon-conquerent co-planar system مع السلامة المستقربة